موسيقى الرئيس السيسي يواجه بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة وزيادة طاقته الاستيعابية صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري رابع أهل معدن مو وسط أهم الاقتصادات العالمية كوتين يشارك في عرض للأسطول البحري الروسي ويوقع العقيدة البحرية الجديدة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جرامتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من موقف التنفيذي مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حيث تناول الاجتماع بحث سبل سير العمل بقطاعات الطرق والكبار والمشروعات الإنشائية والمعمارية إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة كما تم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مباني جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحدات أقساما وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار ألف سرير إضافية ووجه الرئيس السيسي بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة الطاقة الاستعابية للمعهد ورفع كفاءة بنياته التحتية وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال آخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها عصب التنمية في البلاد وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخدوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم تحسين إمكانية الوصول من وإلى نفق الأزهر وكذلك ربط نفق الأزهر دخولا وخروجا بشبكة الطرق الرئيسية الخارجية المحيطة بالقاهرة الخدوية دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها رئاسيا ببدء دراسات الخاصة بسياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لسياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية أشار إلى أن هناك تكلفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وقد أوضح مدبولي ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى مع تلافي أية سلبيات تقد قد كشفت عنها التجربة أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة يشمل التطوير الإداري والمالي وكذلك تعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلة لالتزماتها جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقار الحكومة بالعالمين الجديدة حيث تمت الإشارة إلى وجود مقترحين بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها والتنسيق فيما بينها في تحقيق السياسات واستراتيجيات الدولة ورفع معدلات أداء هذه الهيئات عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبدولة في برنامج رد الأعباء التصديرية وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من ميكانة صندوق تنمية الصادرات وكشفت وزيرة التجارة والصناعان فينجامي عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة وكذلك تم البدء بالفعل في الإجراءات الميكانة وفي ختام الاجتماع كلف مدبولي بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية وكذا رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها بالإضافة إلى كيفية زيادة وتنمية موارد صندوق تنمية الصادرات فضلا عن سياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد المصري الرابع أعلى معدى النمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية وعشر تقرير للمركز الأعلامي لمجلس الوزراء إلى إبقاء الصندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021-2022 ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية وذلك بمعدل نمو خمسة وتسعة من عشر في المائة وشدد الصندوق على أن مصر تتخذ حاليا خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات كما توقع أن تنخافض معدلات البطالة إلى ستة وتسعة من عشر في المائة خلال عامي 2022-2023 معي عبر الهاتف الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي دكتور خالد صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 وهي نفس التوقعات أبقاها للعام المالي السابق 2021-2022 أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في رأيك حتى تصل إلى هذه الحالة من التوقعات الإيجابية هي مصر قدرت تصل إلى هذه المعدلات من ارتفاع في معدل النمو نتيجة الإصلاح الاقتصادي اللي تم نتيجة المجمدات التي تقوم بها الحكومة من خلال تطوير الصناعة ومن خلال توطين صناعات جديدة أعتقد التوجهات الرئاسية لها يلعب دور السحك في وصول هذه المعدلات من معدل النمو في كل القطاعات المشكلة لإقتصاد المصري بفضل حزمة الإجراءات التي تمت والتي تتم من خلال سواء المشروعات القومية أو المشروعات البنية البنية أو المناطق الصناعية الجديدة التي نراها تزدهر في كل بقاع مصر بالإضافة للمجمعات الصناعية الجديدة وبرنامج حياة كريمة بيضيف لكل الإقتصاد المصري ككل وبيعلي من الناتج القومي الإجمالي اللي بنشوفه بيتطور من عام لآخر والإقتصاد المصري يتصدر المعطيات وتصدر معدلات النمو من ضمن اقتصادات على مستوى العالم باللقيق دال الفترة الأخيرة يشهد له العالم أجمع بهذا التطور وهذا التعزن نتيجة التوجهات الراسية في هذا الشأن نعم طيب إنعكاز ذلك على معدلات البطالة يعني ضمن توقعات الصندوق أيضا أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% فيه ارتفاع معدل نمو يبقى فيه انخفاض معدلات البطالة يعني نتيجة يعني معدلة طردية ارتفع معدل النمو انقفض معدل البطالة ارتفع معدل النمو نتيجة عندي زيادة في حجم الأنشطة زيادة في المشروعات زيادة في توظيف العمالة زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي ينقفض العدد النسبة البطالة نتيجة ارتفاع مؤشر الأداء ومؤشر التشغيل في كل المشروعات والبنية التحتية وما تحدثه الدولة المصرية في عادة بناء جمهورية جديدة شيء مرتبط طبيعا بالإضافة أن مصر النهاردة بده دعم مشروعات الشباب وريادة الأعمال وبنشوف ده متمثل في المجمعات الصناعية اللي النهاردة الدولة تستحدثها في كل ربوع مصر أعتقد ديها بحق قفرة هائلة وقفزها إلى نحو تشغيل مزيد من العمالة نحو توثين صناعات جديدة وخصوصا أنها تعتمد في المقام الأول على أن يكون المكون المحلي لهذه الأنشطة نسبة كبيرة منه منتج محملها نعم التقرير أيضا أوضح أن الدولة استطاعت من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية برأيك كيف أدبت تادي الأزمات ذلك خاصة أن العالم مر بأزمة كورونا وتلاها الأزمة الروسية الأوكرانية الحقيقة حنكت الكيادة السياسية عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي في منتصف 2016 أعطى عدة ميزات صالح الاقتصاد المصري وكان على رأس هذه الميزات للاقتصاد المصري زيادة الاحتياط النقد الأجنبي وتحسين المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكل كل هذا أعطى ثقة في مؤسسات العالمية الدولية في الاقتصاد المصري من ثبات التصنيف الاتماني في ظل جائحة فيروس كورونا وفي ظل التعادات هذه الأزمة وأصبح الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد الذي يحقق معد النمو إيجابي نتيجة السياسات التي تمت من خلال الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والإصلاح الهيكالي وتحسين السياسات المالية والسياسات النقدية أعطى ميزة وأعطى مكتسبات للصالح الاقتصاد المصري جعلته قادر على السمود أمام جائحة فيروس كورونا جعلته أن يستطيع أن ينتص الصدمات أمام تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية نشوف الاقتصادات العالمية حول العالم النهاردة بتعاني من معدل التدخم وتعاني من نفس سلع أساسية كثيرة حول العالم نلاقي مصر النهاردة لديها مقزون واحدة واستراتيجي يكفي لأكثر من 6-7 شهور نتيجة السلع الاقتصاد الذي تم وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام هذه الأزمة أشكرك دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب مجموعة من متدربي الدفع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 23 مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 285 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات المختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، وبرسعيد، والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1129 قطع السلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و129 مندقية و121 مندقية آلية و48 مسدسا و829 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة إضافة لـ 1343 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشا لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 589 ألفا و745 حكما قضائيا من بينهم 2407 حكم جناية و211 ألف و261 حكم حبس و294 ألفا و439 حكم غرمة و81 ألفا و638 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سبع تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما قاموا بارتكاب 17 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق وضبط مرتكبها بإجمالي 110 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1243 قضية إدغار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 67.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1370.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 34.5 كيلو جرام وضبط ما يزيد على 3.5 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى قرابة 12 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 12.919 قرص مؤثر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه وفي إطار حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزد من الساعة الرسمية تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط نحو 442 قضايا تمونية بمضبطات بلغت نحو 77 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدعومة فقد تم ضبط نحو 16 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية فقد تم ضبط نحو 61 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و 62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 17 طن أقماح محلية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صواريخ كروز من ترازت سيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستنضم للأسطول البحري الروسي في غدون أشهر قليلة كما ذكر الرئيس الروسي أنه وقع على إكرار عقيدة بحرية جديدة للأسطول الروسية جاء ذلك في كلمة لبوتين في سانت بيترسبورغ بمناسبة الاحتفال بيوم الأسطول البحرية الروسية حيث شهد العرض البحري الرئيسي بمشاركة 47 سفينة و 42 طائرة وعدد من الغواصات الأسطول الروسي مستعد لأولئك الذين يتحدون لأمننا ونحن ننفذ جميع الأهداف البحرية قرب حدودنا وفي مختلف المحيطات الدولية والأسطول الروسي مستعد لتحقيق وإنجاز مختلف المهام البحرية وحتى تحت الماء وجميع الأمليات تتحسن ولا مثيلة للصواريخ تسركون في العالم لا حواجز لهذه الصواريخ في العالم تسليم هذه الصواريخ سيبدأ قريبا اتهم مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم أوكرانيا بشن هجوم بطائرة المسيرة قبل الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص كانت شبه جزيرة القرم قد انضمت إلى روسيا من أوكرانيا في مارس 2014 عبر استفتاء أطار خلافا كبيرا مع الغرب أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاع الجوي أسقطت خمسة طائرات بدون طيار أوكرانيا وعترضت أحد عشر صاروخا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيلا مسلحا مواليا للجيش الأوكراني في منطقة تخير كييف كما صرح بأنه تم استهداف لواء عسكرية أوكرانية في دونتساك مما أصفر عن مقتل نحو خمسين جنديا أوكرانيا هذا بالإضافة إلى استهداف أربعة مستوضعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ذلك دعت روسيا خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين في شرق دونتساك وتبادلت أوكرانيا وروسيا لاتهامات بشأن حجوم صاروخي أودى بحياة العشرات من الأسرى الأوكرانيين في بلدة أولينفيكا الواقع على خط المواجهة بشرق دونتساك قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسك إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضاف أن هدف بلاده الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غزاء عالمية بسبب الحرب حيث لا تزال هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب تتأهب أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير لأن تغادر المواني الأوكرانية غداً إثنين يأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم توصر إليه بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ويهدف إلى تخفيف أزمة الغداء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كبرى الشركات الأمريكية بدأت تشعر بتداعيات الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التغييرات التي طرأت على عادات المستهلكين ورغباتهم في الإنفاق وأشارت الصحيفة إلى أن إرادات الشركات تتباطئ حالياً مع توجه أغلب الإنفاق إلى الوقود والأساسيات بدلاً عن فئات أخرى مثل الملابس والإلكترونيات قال محلل مصرف آي أن جي أن الألماني أن الحرب في أوكرانيا قد وضعت حداً للنموذج الاقتصادي الألماني القائم على واردات الطاقة متدنية التكلفة حيث ساهم الغاز الروسي على مدى عقود في ازدهار الصناعة الألمانية التي تمثل 30% من استهلاك الغاز في البلاد وتعتزم ألمانيا اللجوء إلى مصادر طاقة أعلى تكلفة كالغاز النرويجي أو الهولندية أو الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في سعيها للخروج تماماً من اعتمادها على الغاز الروسية وهو هدف حددت برلين نفسها مهلأ لتحقيقه في منتصف عام 2024 انخفضت شحنات الهواتف الدكية حول العالم إلى أدنى رقم فصلي لها في عامين وسط تراجع الثقة المستهلكين مع زيادة ضخم ومخاوف الركود حول العالم وكشفت بيانات صادر عن شركات أبحاث خاصة بالهواتف الدكية أن الربع الثاني من العام الحالي شهد انخفاضاً بنسبة 9% في شحنات الهواتف الدكية إلى نحو 290 مليون وحدة تم شحنها يواصل نحو 5 ألاف من سائق القطارات في بريطانيا الإضراب عن العمل وذلك في إطار حملة يشنها العاملون للضغط من أجل زيادة الأجور بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد لأعلى مستوياته منذ 40 عاماً وقد تسبب ارتفاع التضخم وعدد تناسب الأجور في تفاقم التوترات العملية في قطاعات مختلفة في بريطانيا خصوصاً قطاعات الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء حيث وصل تضخم أسعار المستهلكين حالياً إلى 9.4% دعا رئيس سريلانكا الجديد رانيل ويكري ميسينجا أعضاء البرلمان رسمياً للانضمام إلى حكومة وحدة تشارك فيها جميع الأحزاب لإنعاش الاقتصاد عبر إجراء إصلاحات مؤلمة كان الرئيس الجديد قد تولى في وقت سابق من هذا الشهر بعدما أجبر الغضب الشعبي من أسوأ أزمة اقتصادية في الجزيرة سلفه جوتابايا رجباسكا على الفرار من البلاد والاستقالة أكد المكتب الوطني للإحصاء انكماش النشاط المصانع في الصين على نحو غير متوقع في يوليو بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فردت للحد من انتشار فيروس كورونا في الشهر السابق ورئيسات آفاق قاتمة وضبابية يواجهها الاقتصاد العالمي الذي لا يزال مفتقرا إلى التوازن من جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الصين وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعا وذلك بسبب موجات تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق العام كما حدثت تداعيات سلبية أخرى من جراء الأزمة الأوكرانية ونتيجة لذلك فقد سجل نمو الاقتصادي للصين تراجعا حادا وذلك في الربع الثاني من العام الجاري حيث بلغ أربعة من عشر في المائة فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة كما أظهرت نتائج بيانات رسمية تراجع مؤشر مدير المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى تسع وأربعين نقطة في يوليو الجاري متراجعا من خمسين واثنين من عشر نقطة في يونيو حيث تشير القراءة فوق مستوى خمسين إلى التوسع بينما تعكس القراءة دونه لانكماش وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير حديث عن أفاق الاقتصاد العالمي من تباطئ أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والصين واليابان فارتفاع التضخم عن المستوى غير المتوقع وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية يستمر في الدفع نحو تجديد السياسات المالية العالمية السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تبدأ جولة أساوية وتبقي الغموض حول زيارة محتملة لطيوان أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العرقية لواء يحيى رسول أن الأمن العرقي بدأ بفتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء مشهددا على أن القوات العرقية قادرة وجاهزة لحماية أمن البعثات الدبلوماسية وأضاف الرسول أن مسؤولية القوات العرقية هي تأمين الحماية للمتظاهرين والسفارات في المنطقة الخضراء مشهددا على أن الحركة في المنطقة الخضراء طبيعية وأن كل طرق بغداد مفتوحة تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يواصل فيه أنصار الطيار الصدري لاعتصام المفتوح في مقر البرلمان العرقية لليوم الثاني على التوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 2020 وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 أخرين بجروح ترجمة نانسي قنقر كما ستضطر الحكومة المتوقعة إلى تقديم استقالتها بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس عونة الذي تنتهي ولايته في 31 من أكتوبر القادم أكد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي أن الصومال يمر بأزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخل المجتمع الدولي أجمع والمؤسسات المانحة بشكل فوري وسريع وخلال استقبالي السفير الصومالي لدى مصر شدد العسومي على دعم البرلمان العربي لجهود الصومال حتى يتمكن من تجاوز تلك التحديات التي تواجهه منوها بحرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال في هذه المرحلة الهمة والتي تمر بها بما يحقق أمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي إنها ستبدأ اليوم زيارة لأسيا تشمل أربع دول هي سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وستركز بيلوتسي خلال جولتها على قضايا الأمن وشراك الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادي ولم يشر مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى احتمالية تضامن الجولة زيارة محتملة إلى تايوان وكانت الصين قد حضرت من خطورة زيارة المسؤولة الأمريكية إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين تابعة لها قال متحدث باسم القوات الجوية الصينية إن بلاده ستحافظ بحزم على السيادة الوطنية وسلامة أراضيها وأضاف المسؤول الصينية أن القوات الجوية لديها أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق فوق ما وصفه بالجزيرة الغالية للوطن الأم وذلك في إشارة إلى تايوان هذا وقد تصعدت مؤخرا حدة التوتر بين الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتية والتي تقول بكين إنها جزء من أراضيها أدل الناخبون السنغاليون بأصوتهم في انتخابات تشرعية يسعى فيها رئيس ماكيسال للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان وتشكل هذه الانتخابات التشرعية اختبارا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكارة ويحقق لنحو سبعة ملايين سنغاليون مسجلين على لوائح الاقتراع يحق لهم اختيار أعضاء البرلمان الذي يضوم 165 نائبة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية في ثماني مقاطعات بالجنوب الشرقي لفرنسا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد كانت فرنسا قد سجلت قبل أقل من أسبوعين درجات حرارة قياسية وصلت إلى أربعين درجة مأوية وذلك في صياق موجة حر اكتاحت دول غرب أوروبا لعدة أيام وأدت إلى انتشار الحرائق في الغابات ويرجع الخبراء هذه الظواهر الجوية الحادة إلى التغير المناخي الذي يحدث نتيجة الاحتباس الحراري بسبب انبعاثات غادي ساني أكسيد الكربون أصدرت السلطات اليابانية اندارا من ضربات الشمس للمحافظات التي تمتد من شمال شرقي البلاد حتى المناطق الغربية وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذكرت هيئة الإداع اليابانية أن درجات الحرارة وصلت إلى ستة وثلاثين ونصف درجة مئوية في محافظتي إشيكاوا بوسط اليابان وأوساكا غربي اليابان وأشارت إلى ضرورة أخذ المواطنين لاحتياطات ضد ضربات الشمس من خلال تجنب ممارسة الرياضة والبقاء في الداخل واستخدام المكيفات ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اكتاحت شرق ولاية كنتاك الأمريكية إلى ست وعشرين قطيلا وأضاف حاكم الولاية أن دي بشير بأن عدد الأشخاص المفقودين ما زال غير معروف مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع على مدار الأسابيع القادمة بعدما يتم اكتشاف المزيد من الجثث وبحسب حاكم الولاية فإن حجم الخسائر المادية الناجمة عن الفيضانات من المحتمل أن تقدر بمئات الملايين من الدولارات نشرت باكستان طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد وتسببت الأمطار في بلوشستان في مصر ع 124 شخصا والحق أضرار بنحو 10 ألاف منزل لا زالت الفيضانات والسيول تبتلع أجزاء كبيرة من قارة أسيا ملحقة أضرارا بالغة بعدد من الدول في باكستان ومنذ بدء موسم الأمطار في يونيو تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم بلوشستان في مصرع أكثر من 124 شخصا وإلحق أضرار بنحو 10 ألاف منزل دمرت 6700 منزل منها بالكامل كما أدت الأمطار إلى تشريد الألاف وتضرر ستة جسور رئيسية على الأقل وفقا لمسؤولين في حكومة بلوشستان في الوقت نفسه تم إغلاق خط السك الحديد بين كويتا ومدينة زهدان الحدودية الإيرانية والطريق السريع الذي يربط كويتا بمدينة قندهار الأفغانية ومع مواجهة السكان هذا الوضع الصعب أرسل الجيش الباكستاني مروحيات إلى مناطق نائية لإجلاء العالقين قامت بإسقاط إمدادات الإغاثة بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية وأقامت خمسة مخيمات طبية في المناطق المتضررة هذا وضربت باكستان أسوأ فيضانات في عام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من خمس مساحة البلاد مما أسفر عن مصرع نحو ألف شخص وتشريد عشرين مليونا يذكر أن باكستان تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضا للتقص الحاد الناتج عن التغير المناخي وفقا لمنظمة جيرووتش البيئية غير الحكومية أدى 361 من معاون نيابة الإدارية الجدد من دفعة 2015 ودفعة ممن صدرت لهم أحكام بالتظلم من دفعة 2015 ودفعة 2016 أدوا اليمين القانونية ووجه رئيسه هيئة نيابة الإدارية المستشار عزة أبو زيد المعاونين الجدد بأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة مؤكدا ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة وفي حوار أجرته كاميرا التلفزيون المصري مع معاون النيابة الإدارية الجدد عبر المعينون عن فرحتهم بقرار تعينهم وبدء أعمالهم بعد أن أدوا اليمين القانونية أنت في غاية السعادة بصدور كرار وتصديق عليه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الحمد لله ربنا منع لها بحلمي والحمد لله ربنا يقدرني وعني على الغظيفة الجديدة ان شاء الله جهد كبير جدا الحمد لله بزلناه والحمد لله الدولة دلوقتي بترتقي بالأوائل وبترتقي بالمتفوقين احنا الهدف دلوقتي القيام والنهضة بالجمهورية الحديثة والحمد لله احنا عملنا اللي علينا وفخامة السيد الرئيس لا يألو جهدا انه هو يساعد الكفاءات في الدولة ديات الحمد لله احنا عايزين نطور إلى الأفضل بإذن الله حتى ما نوصل للقمة ان شاء الله أعلنت رئاسة المصرية لمؤتمر أطراف تفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخي كاب 27 والتي تصطديفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم عن مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخية وصرح رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر محمود محيدين بأن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الرأي وزيادة الانتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ دعا أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس إيرث القادة الأفهرق والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جراءة والعمل معا بشكل أكثر إبداعا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتثاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 والمقرر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وأكد أندرو ستير أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تمنح العالم فرصة رائعة للتفكير بشكل أكبر في أفريقيا منضيفا أن العالم بحاجة إلى جعله مؤتمر الأطراف في أفريقيا في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية البيئية قام جهاز شؤون البيئة بالانتهاء من تركيب محطتين للرصد اللحظي بمحيرة المنزلة بنتاق محافظة بورسعيد وذلك بعد صيانتها وإعادة تأهيلها وفي سياق متصل يتم إجراء متابعة دورية لعدد من الشركات الصناعية الواقع على بحيرة مريوت لإنهاء إجراءات ربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعية فلا مشاهدين مع أهم أنباء المال والأعمال مع فاطمة خليل مساء الخير فاطمة سأنور مرفت مساء الخير إيمان أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أعلن البنك المركزي أن تحولات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022 نحو 29 مليار ومائة مليون دولار وأشار البنك المركزي إلى أن معدل زيادة تحولات بلغ 2.1% على أساس سنوي مقابل نحو 28 مليار وخمسمائة مليون دولار مقارنة بالفترة من يوليو 2020 إلى مايو 2021 ارتفعت تأسادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022 إلى مليارين واربعمائة مليون دولار بنسبة 11.4% وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية لدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو مليون وواحد وستين ألف طن بقيمة 655 مليون دولار مستحوذة على 27% من إجمالية قيمة الصدرات التي تبلغ 27% من الكميات إلى البرصة المصرية حيث أنهى تأسوق المال لتعملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين ربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات واربعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 633 ملياراً واربعمائة وستة وعشرين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات المصرية ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 41 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 9467 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساول أوزان بنسبة واحد وثلاثة عشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 1868 نقطة صعد مؤشر إي جي أكس 100 متساول أوزان بنسبة 99 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2734 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بيسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه وتسعين قرشا للشراء ووصل سعر البيع إلى 18 جنيه و 98 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر الاستليني أو اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و 32 قرشا للشراء و 19 جنيه و 40 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر الاستليني وصل سعره إلى 23 جنيه أما سعر البيع وصل إلى 23 جنيه و 10 قروش بالنسبة للأسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و14 قرشاً للشراء و5 جنيهات و17 قرشاً للبيع بالنسبة للسعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و3 قرش للشراء و5 جنيهات و5 قرش للبيع في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب عالمياً استقراراً بالتزامن مع إجازة في الأسواق العالمية للذهب حيث سجل نحو 1760 دولار للأقية محلياً ارتفت أسار الذهب 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الزهب ليسجل عيار الذهب بقى 18 نحو 879 جنيه أما بالنسبة لعيار الذهب 21 وصل سعره إلى 1025 جنيه وهو الأكثر مبيعاً أما عيار الذهب 24 وصل سعره إلى 1171 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8200 جنيه أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11 و8 من 10% في ربع الثاني من 2022 مقارنة بربع المماثل من العام 2021 وقالت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23 و1 من 10% بالإضافة إلى اتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5 و4 من 10% كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2 و2 من 10% قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رفع أسعار مادة البنزين أكتان 90 والديزل والجاز بمقدار 35 فلسن ورفع سعر مادة البنزين أكتان 95 بمقدار 60 فلسن لشهر أغسطس المقبل وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة الطاقة التي تضرب دول العالم مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإيمان وميرفات الاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيمة على هذا العرض الاقتصادي تحول اليوم ذكرى ميلاد واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي وهو الفنان سعيد صالح الذي أثر بأعماله الحياة الفنية الراحل شارك في أكثر من 300 مصرحية وكانت مدرسة المشاغبين الانطلاق الحقيقي له وقدم بعدها العيال كبريت إضافة إلى مصرحية هم أبرزها هلو الشالبي في تاريخ الفن المصري علامات بارزة ونجوم استثنائيون حفروا بموهبتهم أسماءهم بين العظماء وكان من بين هؤلاء النجم الراحل سعيد صالح ولد سعيد صالح في مثل هذا اليوم 31 يوليو من عام 1938 في محافظة المنوفية وحصل على لصانس الأداب بجامعة القاهرة في عام 1960 اتجه سعيد صالح لتمثيل بعد أن اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه إلى المسرح في أولى أعماله هلو شالبي والتي خطف فيها أنظار الجمهور رغم صغر حجم الدور ووقوفه أمام عمالقة المسرح مثل عبد المنع مدبولي وعبدالله فرغالي توالت أعماله الفنية الناجحة وبدأ في كتابة تاريخ مميز وسط العمالقة وصار اسما هاما في المعادلة الفنية اشترك النجم الراحل مع عاد الإمام في عدة أعمال حققت نجاحا واسعا مثل سلام يا صحبي والهلفوت وعلى باب الوزير والمشبوه وهي الأعمال التي ساعدت على انتشار ونجاح الثنائية من أهم أعماله التلفزيونية السقوط في بئر السبع والمصروية وهارب من الأيام وأحلام الفتى الطائر وفي الأول من أغسطس من عام 2014 رحل سعيد صالح عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض ليرحل بجسده وتبقى أعماله خالدة ومؤثرة في كل محبي وفي القتال مشاهدين هذه عن أولو الأخبار الرئيس سيسي يواجه بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة وزيادة طاقته الاستعابية سندوق النقد الدولية توقع تحقيق الاقتصاد المصري رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية بوتن يشارك في عرض للأسطول البحرية الروسية ويوقع العقيدة البحرية الجديدة ختام السادسة دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة